السلام عليكم أساد يتجول في شوارع القاهرة أول توضيح رسمي بتفاصيل الواقعة كشف الدكتور صبري زينهم مدير الطب البيطري تفاصيل ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر أسدا صغيرا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مما أثار رعب بين سكان المنطقة وقال زيمهم لمصر أوي صباح الأربعاء ما حدث أن شبل صغير يبدو أن أحد الأهالي أراد اقتناؤه وتسرب من حديقة الفيلة وأضاف ليس لدنا أدوات في الطب البيطري لأستياد الكلاب أو الأسود وتم أبلغ النجدة التي حضرت على الفور من أجل تقييده كما تم عمل محضر شرطي بالواقع وأوضح الشبل المضبوط غير مؤذي وما أثار ذعر الناس هو وجوده في شارع دون قيود وفي واقعة غريبة من نوعها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أسدا صغيرا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مما أثار الرعب بين سكان المنطقة وقال مصدر أمني بعض ساعة واحدة من العثور عليه يتجول بشوارع التجمع الأول قبل وقت الإفطار تم السيطرة عليه والإمسك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة لبيان وجود تصريح بأترابيته من عدمه وتصدرها أشتاج أسد التجمع قائمة المحتوى الرائج على فيوسبوك بعد تداول الفيديو بساعات قليلة متخطيان الحلقات الجديدة من مسلسلات الرمضان التي عادة تتصدر قوائم طرينة بسبب بعد المشاهد وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم